موسيقى موسيقى السلام عليكم معكم المهدين الزاهي الحاصل على شهادة البكالورية بمعدل 1936 شعبات العلم الريادية باء خيار فرنسية بمجموعة مداري الزيتون بسطاط شعبات علم الريادية باء بفضل الله قدرت انني نتميز بنقطة ديال 20 على 20 في الريادية والفيزياء والعلوم المهندس وهجي لي عاوني بزاف باش نجيبها المؤدلات في المناسبة نشكر الوايدين ديالي اللي وفروا لي الجو الملائم باش نوجد المتحان في الظروف مزيانة ونقرع لخاطري ونبغي نشكر الاستيدي ديالي اللي داروا معانا ديكوغة ديستانس ولي عاونونا بزاف لما الدروس لما التمارين كل شيء ونبغي نشكر حتى الادارة التربوية ديالي بطبيعة الحال من الفاراغ من البتداء من اللي خرجوا النتائج ديالجيهوي ديالالعملي فات وانا بديت البريباراتون للباك من شهر سبعادي 2019 بديت الخدمة وانا ماشي الانسان يشد نتيجة ديالجيهوي مثلا يلاجاب مزيان وصافي يبريك ويمشي يلعب خاصه من تمام يبدال الخدمة الوطني باش يضمن نتيجة مزيانة في الباك لانيا نخرج هاد الخروج الإعلامي وبينشور في الول باش نتقسم معكم الفرحة ديالي وبغيت نوجه حتى مجموعة من رسائل الناس اللي مقابلين على الامتيحانة ديالباكالوريا وانا الانسان مخصوش يستحتر ومخصوش يتغرب النقطة ديالجيهوي خصوصا لكانت نقطة مزيانة بالعكس خاصو يختم يختم باش يقصوري انه غدي يجيب مزيان في الوطني ويبتعد لأي حاجة اللي غدا تلاهيه ولا غدا تشغله على انه يبريباري الباك رحيم الاب ديال تلميذ مهدي النزاهي بدوري كان بغي باسمي و باسم كافة الاسرة بعدها كان نهني جميع الفائزين او الناجحين في الباكالوريا هاتي السنة هاتي وكنتمنى حد سعيد بالنسبة للتلامد المستدركين اه في دوري اه كان بغي نوجه واحد الرسالة الاباء بعدها هم اللولين باش يخلقوا واحد الجو مناسب للتلاميذ بالنسبة للتلامد اللي مقبلين ان شاء الله للباكالوريا العام جاي باش يقولهم الظروف ديال استعداد الامتيحان داخل البيت و خارج البيت من طبيعة الحال باش تكون واحد الجدية في العمال وتكون واحد متابرة و يكون واحد الجو اه يعني باش يخلق لهم الجو مهم الاستعداد الامتيحان هذا من جهة من جهة تانية كان بغي نشكر او نجدد شكر لقاع الاساتي ديالي ساهموا في التكوين ديال ابن ديالي اه واحد بواحد بدون ذكر الاسماء بواحد بواحد حتى السنة ديال الباكالوريا اه من جهة اخرى كان بغي نجدد ايضا الشكر للطاقم الترباوي ديال مجموعة مداري الزيتون و على رأسهم الحاج حامي الضرعاوي والمهدي الضرعاوي و كافة الاداريين داخل اه مجموعة مداري الزيتون بحقيقة اللي يخلقوا واحد الجو هائل خاصة في هذا الحجر الصحي الاستعداد ديال الكلمد و كيفاش وصلوا ليهم الدروس عن بعد و جدية كانت تعدموا واحد جدية كبيرة 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 في العمل ديالهم اه كنشكر جميع و كنشكر جميع الزملاء ديالي اللي يساعدون يحتب اللي كان لهم بعض الأوقات اه متأخرة بالليل و كانوا كي يساعدون بزاف فهذا هو الرسالة اللي بغيت نوصله و كان نوصل الاباء الاباء على توفير جولها لتلم هذا الظروف الصحية اللي ديزنا فيها هذا العام و بالنسبة للإستعدادات في هذا الحجر الصحي فحتى التعليم عن بعد كانت عنده إيجابيات بشرط تكون مفرق الوسائل اللوجيسيكية دياله يعني من اللواحات من انترنت الى اخيره فهي كانت عنده تيام مزايق لان التلميذ كان يبقى في الضار و يبقى يستعد في الضار إذن الوقت دياله كامل كان قدامه بالإستعداد إذن ما نكروش الدور او هذا التعليم عن بعد حتى هي كانت عنده إيجابيات و عنده سلبيات من طبيعة الحال إذن إذا توفرت لي الظروف اللوجيسيكية دياله فأكيد أكيد غدا تكون نتائج إيجابية السلام عليكم أنا الأم ديال المهدين الزاهي كان بغين نبارك الولدات ديال اللي حصوا على شاهدة الباكالوريا للعام و كان بغين أن نوجه واحدة رسالة المهمة للأمهات بالخصوص لأن ضروري الأم خستة توفر لولدها الظروف الملائمة في الدار والدعم المعناوي و إن شاء الله بش يكون هذك الوليد يلقى راحته في دارهم و يختم مزيان يعني بغين بعض صندي الباك ماشي سهلة وأنا عشت التجربة بزاف مع ولدي و الحمد لله كانت النتيجة رائعة و فرحتنا كاملين و كانت منها إن شاء الله الولدات ديالعم بشيك تهو ما يفرحوا وليديهم و يكون ذك شيء إن شاء الله رائع و يمشيو الولدات في أفاق بعيدة إن شاء الله في دروس ديالهم إن شاء الله و في تعليم ديالهم الجامعي و العالي في هذه اللحظة بمنزل أخينا سي محمد بن زاهي و المناسبة هو فوز إبن دياله سي مهدي بن زاهي باحتلاله المرتبة الأولى على المصول الإقليمي باستحقاقات الباكالوريق و علوم ريادية و هذا الأمر هذا أتلجى صدورنا على الاعتبارات متعددة و الاعتبار أنه سي محمد واحد من مناظري الجامعة الحرى للتاليم و الذي تعود لي الفضل فأنه تأطر مجموعة من التلاميذ و تعطيه من وقته الكثير من أجل أبنائنا و تلاميذنا الذين ينتمون إلى النقابة و ووقت ما طلبنا من هذا المساعدة فتكون بصدر الرحب تخدم على الوليدات و ربما الله سبحانه وتعالى قد عاد له هذا المجهود في ابنه ليبرك في السين مهدي و هذه مناسبة أيضا باش نعطيه واحد المثال المجموعة من المتمدرسين و المتعلمين على أنهم يأخذوا السين مهدي كمثال يحتذا به لأنه الله سبحانه وتعالى لا يضيع عزر المحسنين و الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة و قل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله المؤمنون إذن في أي متعلم بدل مجهودات متميزة و آمنة بقدرته و بكفايته فأكيد أن النتائج تكون متليجة للصدور و الفرحة العارمة التي تحسبها خصوصا الواردين تكون لها أثر إيجابي على الجو العام دي الأسرة و نحن نجزء من هذه الأسرة لأنه باحتلال المرتبة الأولى تيأكد سين مهدي على أن المؤسسة التعليمية بقى بخير و على أن المجهودات اللي بدلوها الأساتيدة و الأطور و المربين في المواكبة و أيضا نحن بهذه المناسبة تنتمنون أن يتوفق إن شاء الله بإذن الله في المستقبل وتنتمنون أنه تقبلوا واحد المؤسسة اللي تكون كبيرة و تكون فرحة عارمة بالنسبة للعائلة و بالنسبة للزملاء و بالنسبة للإخوة و بالمناسبة تنهني جميع المتمدرسين و جميع التلاميذ اللي حصلوا على الباكالوريا و بالمقابل تنقلوا حد أوفار اللي ما توفقوش و اللي يجاتهم إما الدور الصدراكية و أنهم قد يعودوا العام و هذه ماشي نهاية العالم لأنه من أخطاء يتعلم الإنسان إن المهدي نزاي تلميذ يشهد له بسروق جيد وهذا ترجع الأبوين لأنهم من قصة التعليم فعرفوا كباشي أطروا هذا التلميذ حتى ما كان عدو التلشي تعطوا من بداية من الغابط إلى الترمينال و تحوز بديبلوم الباكالوريا بميزاج حسن جدا و أظن بأنه و هو ما تبع الأولى بالنحية في إقليم سطات أو بالجهة الضابطة سطات و هذا مجهود أولاً للأباء و للأساتذة لأنهم أبناء مستعد لتقبل ترجعات الأساتذة و الإدارة و الأباء و كل ما أتمنى هو أن يكون صورة لتلميذ المستوى في نفس النهج و في نفس الطريقة لأنهم يكونوا في مستوى أنا أريد أن أشكر للأصدقاء و الزملاء الذين يعاونوني في المستوى الأصدقاء و الذين تعاوننا كاملين سواء اللي خدمنا أو اللي بقينا غير لا يكون سؤال اللي بقيناتنا نشكرهم كاملين و حتى الأساتذة و الإدارة اللي تعاونوا معنا خصصاً في البريود دي الكنفينمون و أعطونا دي كورة ديستانس و أعطونا و أعطونا لكي أردوهم جيد في الوطن قبل ما تترجموا لا تنسوا تابنوا على شريف يوتيوب و تتشاركوا و تتشاركوا و لا تتشاركوا لا تنسوا لا تنسوا و تضغطوا الجرس لكي يصلكم جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر